برنامج ونهار تراندينج ورحب بكم مشاهدين أينما كنتم وإطلالة على عالمكم الافتراضي نرصد لكم في تفاعلاتكم على أبرز الصور والفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام وحتى تويتر كالعادة نستهل عدد اليوم بالهاشتاغ الأول وبالبداية بالخبر الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدين الكرام، فبعد الضجة الكبيرة التي خلفتها عملية بايع تذاكر بملعب مصطفى تشاكير في لقاء إيابة دور الفاصل أمام الكاميرون لأول مرة في تاريخها، بزارة الشباب والرياضة تعلن تخصيص منصة رقمية لبايع تذاكر مباراة المنتخب الجزائري ضد نظيره الأغندي مشاهدين نترككم تتابعون هذا الفيديو وطريقة بايع التذاكر ثم نعود إلى التعليقات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شاهدين الكرام، طبعا خطوة لقة استحسان كبير من المتابعين لشأن الرياضي في الجزائر والمناصرين الأوفياء لكرة القدم لتجنب مشاكل التوابير والتلاعب بالتذاكر والسوق السوداء طبعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي تمنوا أن تعمم عن باقي المنافسات الرياضية ورصدنا لكم أبرز ردود أفعالهم هاني عمر الذي كتب الحمد لله أول مرة موقع رسمي سهل التسجيل فيه الله دومها سجلت واشتريت التذكرة في أقل من دقيقة تعليق آخر الذي كتب شكرا لكم على هذه المبادرة الطيبة التي وإن دلت إنما تدل على تثمين المكتسبات ومواكبة الرقمنا والعصرنا في قطاع الشباب والرياضة تمهيدا لتكريسة الاحترافية المطلوبة ومحاربة الرداء في جميع الميادين خصوصا ونحن مقبلون على حدث رياضي عالمي ألعاب البحر الأبيض المتوسط بتوفيق إن شاء الله لكل مسؤول ينوي خدمة الجزائر تعليق آخر من إلياس الذي علق وقال خطوة إيجابية أحسن تحضير الموقع حتى لا تكون هناك مشاكل في الدفع والانقطاع شكرا على أخذ هذه النقطة بعيني الاعتبار تعليق آخر من محمد طهر الذي كتب اشتريت التذكرة لي ولصديقي وبصراحة إجراء جد سهل وسريع ويتم طبع اسمك كامل على التذكرة طبعا فتحي الذي كتب خطوة أكثر من جيدة والتي تصف في خدمة كرة القدم بصفة خاصة والرياضة الجزائرية بصفة عامة تعليق آخر من عبد النور وأخير الذي كتب للمحسن أحسنت وللمسي أسات أحسنتم نتمنى أن تكون بداية التغيير على مستوى التسيير الرقمي للملاعب مشاهدين كانت هذه أبرز تعليقات بخصوص الموضوع الأول ننتقل إلى الهاشتاغ الثاني وإلى أسعار الحج مشاهدين بعد توقف رحلات الحج والعمر لموسمين بسبب انتشار فيروس كورونا وبعد انتظار طويل تفاجأ الحجاج الجزائريون بارتفاع تكلفة الحج لهذا الموسم بعد أن أعلنت أغلب دول العربية عن أسعار مصريف الحج والتي ارتفعت بشكل كبير هذه السنة مقارنة مع آخر موسم حج سنة 2018 حيث تجاوز سعر تذكرة 85 مليون سنتيم وبمجرد طبعا الإعلان عن هذا الخبر ضجت منصات التواصل الاجتماعي بردود الفعل عن ارتفاع تكليف الحج وفي الوقت الذي عبر فيه عدد من المواطنين عن صعوبة أداء هذه الفريدة من بينهم السيدة عائشة فبعد سبع سنوات من التسجيل في قرعة الحج طبعا حالف الحد حالف الحد بخروج اسمها في قرعة الحج سنة 2019 غير أن الجائحة لم تسمح لها بتحقيق حلمها ليأتي الفرج بعد عامين ويعود الحج لكن صدمتها كانت كبيرة فبعد تسع سنوات من الانتدار ارتفاع سعر الحج قد منعها من أداء الفريدة وقد يمنعها من أداء الفريدة لينتبع ما نصدت لنا كاملة النهار ثم نعود إلى التعليقات مشاهدين التعليقات بخصوص هذا الموضوع رصدنا لكم البعض منها أي نجا في التعليق الأول من عبد الذي كتب بكتبك من الحج إن شاء الله الأعمال بالنيات تعليق آخر من مريم الذي كتب تركي حاجة في دارك مدام كنت متمنية تمشي فالله يعلم ما في القلوب النقية تعليق عبدو بن فتح الذي كتب أسعار جد باهدر بيكون في العون وإن شاء الله نظروها تعليق آخر من بلال الذي قال زيادة بـ 30 مليون للشخص عن سعر آخر حاج يعني شخصين زيادة بـ 60 مليون الله المستعان تعليق آخر من زين الذي كتب الحج لمن استطاع إليه سبيلا وانتي ما عندكش أعلاش تروحي شيء لي توفر لك ابني به كاش مسجد ناقص بناء وأجرك على الله بإذن الله ربي يبارك لك وممكن تكتب لك حجة عند رب العزة من يدري وربي يجيب لك لي فيها الخير إن شاء الله مشاهدين الكرام كانت هذه أبرزة تعليقات بخصوص الموضوع الثاني ننتقل إلى الهاشتاغ الأخير أفضل الصدقات مشاهدين الكرام أسمى الغيات وأنبل المقاصد أن يحرس الإنسان على فعله الخير ويسارع إليها فبهذا تسم إنسانيته ويرتقي سلوكه فالعطاء دون مقابل بأشكاله العديدة سواء من خلال ابتسامة أو مساعدة بسيطة أو مد يد العون لمن يحتاج إذن وفي هذا الصياق وفي مبادرة أكثر من رائعة نابعة من عمقه الإنسانية قام أحد المواطنين وهو علامة نشاحنة صغيرة بتوزيع الماء على السائقين في الطريق وهو المشهد التي تجلت فيه معانيا الرحمة وانتشر هذا الفيديو على نطاق واسع على الفيسبوك نتابعه معاً ثم نعود إلى التعليقات شاهدين الكرام التعليقات جاءت كالتالي في التعليق الأول تقول ما شاء الله سيخدم الأخير وصدقة الماء وزنها كبير عند ربي سقاه الله من أنهار الجنة تعليق فتيحة التي كتبت لهي بارك ما شاء الله في ميزان حسناته واللحة جمليحة في هديث خانة وصدقة الماء عظيمة سقاه الله من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وجميع المؤمنين تعليق آخر الذي كتب وانت كذلك ما شاء الله متفهم الوضع من وراه موسع خاطرك كن وحده أخر راهيك لكسوني حبي روح تعليق آخر من ياسين الذي كتب على جل هاد العباد ما زال ربي يرزقنا المطر ربي يحفظه ويكون قدوة مشاهدين وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام عدد اليوم من برنامج النهار تراندينج شكرا لكم